أزمة مستعصية تمثل نموذجاً لما وصل إليه حاد العراق من فساد وتخبط ونفوذ خارجي أزمة الكهرباء التي تأكس الواقع المزرية للبلاد بشقيه الخدمي والسياسي وزارة الكهرباء أعلنت أن إمدادات الغاز الإيرانية إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية انخفضت من 49 مليون متر مكعب يومياً إلى 8 ملايين ما يهدد بنقص خطير في الكهرباء وقالت الوزارة أن هذا الخفض أدى إلى فقدان شبكة الكهرباء الوطنية حوالي 5500 ميجا واط إيران من جانبها ردت على لسان مسؤول بشركة الغاز الإيرانية بالقول إن خفض الصادرات يستند إلى اتفاق مع الحكومة في بغداد مدته 6 أشهر وجاء بعد إختار مسبق مشيراً إلى أن الحاجة إلى تسوية الديون ما زالت في جدول الأولويات وأن هذا المقدار من خفض الصادرات سيستمر لستة أشهر قادمة وكانت واشنطن قد مددت مراراً لمدة 90 أو 120 يوماً إعفاءات من العقوبات للسماح للعراق باستيراد الطاقة من إيران بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على النفط الإيراني ومنعت الدول من شراء منتجات الطاقة من إيران بيذا أن هذه الإعفاءات باتت ورقة رابحة لطهران تتحكب من خلالها بوضع خدمة الكهرباء في العراق في الوقت ذاته يتواصل عجز الحكومة في العراق عن إيجاد البدائل على الرغم من توفرها وهذا ما يظهر جلياً في إهدار كميات كبيرة من الغاز العراقي وفشل استيراده من دول عربية مجاورة وهو ما كشفه وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي الذي أكد أن الضغوطات الإيرانية تحالت دون موافقة الحكومة على عرض سعودي بتوفير الغاز بأسعار أقل من الأسعار العالمية وإلى جانب الفساد وسوء الإدارة يكشف رضوخ السلطة في العراق لنفوذ إيران وميليشياتها جانباً آخر من أسباب أزمة الكهرباء ويؤكد حجم تدخل طهران السلبي في شؤون البلاد وكيفية استغلالها كل الأدوات المتاحة لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الشعب العراقي